المخطط سيتوجب مخطط إلى سوريا ليس على سوريا كدولة ولكن الأربابة في بعض المفردات ولاحظي معايا بمجرد أن بدأت الضربات للضاحة الجنوبية بدأت الترويج الإعلامي أن هناك معابر حدودية ويتم تمريسها بالضبط نفس السيناولة التي تم استخدامها في غزة يبدو لي مخطط التدمير الإبادة الجغرافية السكانية في الضاحة الجنوبية والأربابة ما تمتد حتى للضاحة الليطانية هذا سيكون هو المنهج كم يستغرق هذا شهر أو شهرين لاحظوا التصريح الأمريكي قبل يومين قالوا أنه يحتاج لربما يحتاج إسرائيل تواجد فيه بعض الوقت لإسرائيل هذا البعض الوقت كم اسبوعين وثلاثة هذا أيضا ليس بالحتمين بعد ذلك سيتوجهون إلى الحوثيين فيما يتعلق الحالة العراقية أنا أقول برأي المتواضع إسرائيل سوف لن تنخلط في توجيه ضربات لفاصال عراقية داخل الحدود العراقية لربما من خارج حدود نعم ستعمل وإن قامت بالتوجيه بعض الضربات خاصة بعد وجود حالة أصبح تهديد حقيقي عبر العملية العسكري الأخيرة قبل يومين هناك خسار حقيقية فعلية وليس افتراضية قد توكل الأمر إلى أما لضربات مجهولة المصدر تقول أو سيكون هناك تنسيقا أمريكا لاعتبارات العلاقة العراقية الأمريكية وكذلك العلاقة سنسميها الترابط في وحدة الساحات عموما هذا هو مخطط كم له يستغرق من وقت من قدرات الانتخابات الأمريكية إدارة بايدن تدعم أو لا تدعم إدارة ترامب تدعم أو لا تدعم لكن أقول المحطة الأولى في هكذا الستراتيجيات مع وجود غياب لفاعل إقليمي عربي مع وجود غياب وضعف لفاعل إسلامي تبقى فواعل الآن الحوثيون وبعض الفصال بعض الفصال العراقية وحزب الله ومن ثم المواجهة بين هلالين المرتقبة ما بين إسرائيل وإيران هذه كلها عوامل لكن بالمقابل أيضا هناك ضواغط يعني الكل أدرك الآن نتنياهو بمقوماته بشخصية يعني بمقوماته الشخصية لا يؤتمن ستراتيجيا حينما يخاطب ماكرون ربما بعد فترة يخاطب دول أخرى لذلك في رأي المتواضع من الغباء الستراتيجي أن يترك نتنياهو أن يقود العالم إلى حافة الهاوية اشتركوا في القناة